بحضراتكم معنا من جديد يساعدنا يكون ضيفة هذه الفقرة دكتور سارة كيرة مدير المركز الأوروبي الشمال الأفريقي الأبحاث والخبيرة في الشأن الأوروبي مساء الخير يا دكتورة مساء الخير يا فاندم زي حضرتك يعني فكرة أنه يكون قارتان برؤية واحدة يعني حضرتك شايفة أنه هذا الشعار يعني وصلن له بدرجة كبيرة ولا مزالت المصالح يعني بعض الخبراء لسه كان فيه مداخلة هاتفية النهاردة كان بيقول أنا أرى أنه لابد أن تقدم أوروبا دليلا على أنها وصلت لقناعة أنها طالما خصوصا فيه ست دول أوروبية أستاذ نبيل نجم الدين المحلل السياسي كانت هي مستعمرة في أفريقيا لسنوات طويلة فلابد أن تساهم في نمو حقيقي لهذه البلدان فإيه رأي حضرتك؟ بداية موفقة طبعا يا فاندم هو الحقيقة أن حضرتك أشرت إلى المصالح اللي بتحكم العلاقات الدول ببعدها وإحنا هنا دلوقتي بنتكلم على قارتين أي قارة أفريقيا وقارة أوروبا طبعا المصالح في العلاقات الدولية هي دايما الحاكمة لطبيعة العلاقات ما بين الدول بشكل خاص أو العلاقات الإقليمية بشكل عام ولكن تحديدا ما بين أوروبا ومصر أو أوروبا وأفريقيا في علاقات تاريخية زي ما حضرتك أشرت لمدخلة الدكتور اللي قابلي أن كانت تتسم بأنها كانت استعمارية أو فوقية بعد الشيء إحنا دلوقتي في زمن غير الزمن فهو الكلام على الاستعمار أعتقد أنه هو هيكون مدخل كويس لتعويض أوروبا لأفريقيا لو كانت لسه العلاقات حتوقاض وتنصار بالشكل التبعي ولكن أنا شايفة دلوقتي أن أوروبا عانت من أزمات اقتصادية وعانت من أزمة الهجرة غير الشرعية وعلى فكرة مصر من الدول اللي سهمت حتى في تغيير نظرة أوروبا في سياسات الجوار بتاعتها بدل ما كانت مقومة السياسات على الدعم الإنساني والدعم المد الدول اللي أكثر فقرا بالدعم المادي هم دلوقتي بيفكروا إزاي يشغلوا أسواقهم من خلال الدول الإفريقية بموردها البشرية والمورد الطبيعية فإحنا النهاردة بصدد أن شكل العلاقات هيكون تعاوني أكتر ده في التوقعي أنا طبعا حتة إنه نحن نخش لها نخش الأوروبا من ناحية التعويض عن حقبة الاستعمار هو في رأيي أنا كلام قديم شوية لأن دلوقتي أصلا فرضت العلاقات نفسها تكون تعاونية ما بين أوروبا وأفريق يعني هو كان مجرد ما تخلى يعني نحن ناخد وقت طويل في الحديث عنه ما ترينه الآن على أرض الواقع هو ما نريد أن نتحدث عنه هل تقدم أوروبا دعما كافيا للدول الإفريقية هل مطلوب منها مزيد من الدعم سواء كان سياسي سواء كان اقتصادي وكل هذه الأمور كانت حاضرة على طاولات المباحثات بين السيد الرئيس وجلالة الملك فيليب وشارل ميشيل رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء بلجي كواوا إيه رأيي حضرتك؟ هو طبعا زي ما قلت الحديث هو العلاقات أكثر تعاونية دلوقتي أوروبا لازم تقدم المزيد لازم تقدم المزيد طبعا بس يعني سواء هتبقى اقتصادية وسياسية الاقتصاد ما بيمشيش من غير السياسة والسياسة ما بتمشيش من غير الاقتصاد والملفات السياسية مربوطة بالملفات الاقتصادية والملفات الاقتصادية كذلك يعني عند حضرتك ملف الأزمة الهجرة غير الشرعية حضرتك لما تبص على العب المادي اللي عملته على أوروبا الأزمة دي تيجي ترجع تحلها من جزرها تلاقي ان هي أزمات سياسية بالأصل فبقولك ده أدى لأوروبا أن هي حتى تحسن سياسات الجوار ولكن أوروبا قرع جوز وحيطة التكتل أن هما في قتلة واحدة بتعطلهم في إصدار القرارات لأن مصالح الدول الأعضاء الأوروبية حتى داخل الاتحاد الأوروبي بتختلف لكن برضو أحداتك جبتي نموذج جيد مش هقولها يرجعنا لما كنا نتحدث عنه لكن هو برضو استعراض جديد لنفس الطريقة شكل التعاون من وجهة النظر الأوروبية مع أفريقيا يعني مثلا الدولة الأوروبية التي ابتزت دول أوروبا بملف الهجرة غير الشرعية دفع عليها مليارات من اليوروز لكن مثلا مصر تحمل عب 6 مليون ضيف مش هنقول بقى لا لاجئ ولا ومع ذلك الحكاية تقتصر على بعض الإشادات والتعاون في برامج ضيقة جدا من خلال الأمم المتحدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية لكن لغاية النهاردة ما شفناش دليل حقيقي على أنهم مقتنعين بأن التنمية في الدول الأفريقية هي اللي حتقيهم شر الهجرة غير الشرعية والمشاكل الأخرى هي أوروبا بدأت تحركات بالفعل يا فندم تجاه التنمية بس أنا حاصل أقول لحضريك على حاجة كبحثة يعني للمؤسسات الأوروبية وأوروبا كاتحاد أوروبي قالية اتخاذ القرارات في أوروبا أو كاتحاد بقى احنا مش بنتكلم كأوروبا دي دولة واحدة عشان بس نكون فاهمين ده التحاد مجموعة دول 28 دولة قالية اللي اتخاذ القرار أصلا صعبة فيما بينهم واخد بال حضريتك ففعلا في دول بتتصدر المشهد في بعض الملفات يعني إيطاليا تلاقي حضريتك عندها إنترست أعلى مثلا في ليبيا ألمانيا عندها إنترست أعلى في حكاية المهاجرين هما بيرجعوا بيرجعوا كمان لأصل جزور المشاكل اللي هي سياسية دا يرجعنا بقى خالص لألفين وحداشر أين أوروبا خدت صدمة كبيرة في سياساتها الخارجية من ألفين وحداشر من اللي حصل احنا بقى ما نناقش أوروبا بقى من الداخل هما واخدين صدمة في الأساسمنت بتاعتهم للأوضاع الإقليمية من ساعة ألفين وحداشر خلينا صرحة ومنفسهم حتى كل الباحثين عندهم معترفين أنه ألفين وحداشر واتبعتها كانت صدمة للأتحاد الأوروبي في حكاية أنه هما يعيدوا سياساتهم الإقليمية والخارجية بالزيد طيب احنا دلوقتي حنقول دي فترة تأسيس لعلاقات تعاونية أوروبية إفريقية ومع آلية اتخاذ القرار الصعبة جدا في أوروبا كالتحاد فطبعا هتغلب المصالح في الآخر والمصلحة هيعلو صوتها فكده كده العلاقات هتتحسن في المستقبل وهتبقى تعاونية أكثر وهتبقى اقتصادية الطابع ردا على سؤال حضرتك هي لازم هتكون اقتصادية الطابع لأن أوروبا نفسها دلوقتي محتاجة تعدي تبعات الأزمات المالية والاقتصادية اللي ابتدت بقى تعاني منها مش هقولك سياسيا وخدوا الصدمة من 2011 من 2008 هم لسا فيه تبعات أزمات اقتصادية فهم محتاجين النمو النمو هو كلمة السر هنا أفريقيا محتاجة نمو وأوروبا محتاجة نمو لكن دول عندهم درجة رفاهية غير دول خالص أفريقيا محتاجة تكنولوجيا وأوروبا محتاجة نمو دلوقتي هتبقى العلاقة برضو عشان المشاهدين هات وخد وأنا من وجهة نظري أن أوروبا مجبورة على أن يكون فيه هات وخد دلوقتي مع أفريقيا لأنهم بحاجة إلى النمو صحيح طبعا وبحاجة إلى الأسواق الكبيرة طبعا كلام حديثك مظبوط لأنهم حتى استثماريا هم يعني تقدري تقولي يخلصوا العمالة اللي عندهم والأراضي اللي ممكن يستثمروا فيها واللي واللي فالاقتصاد عندهم بحاجة إلى أنه يخرج زي ما حياتك قلت إلى أسواق جديدة يصنعوا في دول أخرى يتعاونوا ويتشاركوا طيب نحن كان عندنا اتفاقية شراكة فعلت في 2004 تسمح بمزيد من التعاون والتبادل التجاري والثقافي ومجالات عديدة أخرى بتحددها أولويات هذه الشراكة كيف نجحت مصر في رأي حضرتك في جذب المستثمر الأوروبي والسائح الأوروبي كمان بالمرة يعني ما أنا هقول لحضرتك تاني السائح الأوروبي أنت عندك دول في أوروبا بتحربك على السياح لأن عندهم سياحة شاطئية زي ما أنت عندك سياحة شاطئية وعندهم سياحة أثرية زي ما أنت عندك سياحة أثرية ألمانيا مثلا بتبعت السائح بتاعها مصر إحنا مصر بتدت تاخد نهابة أبروتش الاتحاد الأوروبي كدول على حسب مصلحتهم مع مصر أفريقيا بتعيقلي هتمشي في نفس المصار عن قريب يعني ولكن الاستثمارات الأوروبية برضو مشيت مش على مستوى الاتحاد الأوروبي كتكتل مشيت على مستوى الدول كأعضاء يعني في طابع الاتفاقيات السنائية أكتر ما بين الدول الشمال الأفريقية بالذات وبعض من الدول الأوروبية ده لو هناخد نظرة عامة كده نظرة خاصة طبعا مصر الشراقة مصر بتتميز بعلاقة أنا هقولك استثنائية مع الاتحاد الأوروبي لأن في اتفاقيات تجارية في الكويز في كذا اتفاقيات وفي تعاون كبير حتى كمان على المستوى الثقافي دلوقتي هو الشراقات هتاخد طبع تجاري واقتصادي أكتر لأن عشان قصة النمو اللي أنا قلت الحضاياة عليها يعني مصر في الطريق أن هي تقود أفريقيا كلها أن يمشوا على مثال مصر في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي لأن احنا فعلا بنتمتع بعلاقات استثنائية يعني ما فيش غير مصر مثلا اللي ليها والأردن يعني اللي ليهم هذا الكم من الاتفاقيات بجانب طبعا المغرب بس بشكل سونائي مع أسبانيا فبقول لحضرتك إحنا دلوقتي بين ناشد على مستويين على مستوى الدول الأوروبية كأعضاء حسب طبعا المصالح التجارية والسياسية والاقتصادية والاتحاد الأوروبي ككل في نفس إطار العلاقات علاقة القارتين لازم هتكون اقتصادية تعاونية وأعتقد أن زمن المساعدات المادية والإنسانية انتهى وده بقى أمر واقع طب خليني أسألك عن سياسة مصر بإعادة الزخم للعلاقات المصرية الأوروبية مع كل دولة الوحديها خصوصا الأقطاب يعني وجدنا من 2014 علاقات جيدة جدا مع ألمانيا وما ننساش الكلام اللي قاله سيادة الرئيس في تكريم المستشارة ميركل بعد ما تركت المستشارية في ألمانيا وإن هي قد كده خدت على عاتقها إن هي تفهم وتفهم الدول الأخرى الرؤية المصرية والتغير اللي حصل في 2013 وإن مصر قد كده وعدها اقتصاديا وسياسيا واستثماريا وسياحيا وعلى كل الأسعاد أيضا علاقات مصر مع فرنسا جيدة جدا علاقات مع بريطانيا فكرة الأقطاب ديت هل نجحت من خلالها مصر إن هي تصل لدول أوروبا أو للرأي العام الأوروبي اللي متمثل في الاتحاد بحسب الوزن النسبي لدوله بإن هي تزيد من هذه العلاقات والشراكة والتعاون الاقتصادي طبعاً طبعاً يا فندم وكمان عايزة أحب أزود أسبانيا كمان بص يا فندم هو اللي حصل إن مصر شافت مصلحتها أكتر مع أنهي دول في أوروبا وإيه مصلحتهم من مصر والتكتلات اللي داخل أوروبا زي الفي فور كمان ليهم مصلحة معينة إحنا كمان عايزين نفس المصلحة فبنجتمع بيهم فبالتالي أنت وصلت لأوروبا كلها وتجمعك بالكتلة كلها مجموعة مصالح مشتركة سواء على يبدو أن الانترنت عند دكتور سارة كيرة حصل فيه مشاكل للمرة التانية أو التالتة إحنا يعني حاولنا نتواصل معاها قبل من نبتدي الفقرة بالفعل أكتر من مرة عموماً إحنا لم يتبقى لنا غير دقيقة واحدة فمش هنقدر إن إحنا نعاود الاتصال لأنه حيكون وقتنا خلص إحنا كل اللي بنتمناه إنه يعني هذه القمة إحنا عندنا تغطية شاملة بكرة إن شاء الله لليوم الأول من القمة الأفرأوروبية طبعاً سيد الرئيس استهل زيارته لبروكسل بعدد من اللقاءات قبل الإنعقاد الرسمي للقمة ولسه فيه لقاءات تانية وحنكمل في نفس الموضوع ونتمنى إنه إن شاء الله تكون هذه القمة تخرج بنتائج جيدة جداً لمصلحة مصر ولمصلحة الدول الأفريقية كلها اللي دايماً بنتحدث عنها بالخير وبنفعل في الاتحاد الأفريقي والمنظمات الكوميسة وغيرها من المنظمات الإقصادية والتكتلات الأفريقية بنفعل هذه الأمنيات إلى حقائق بإنه تنهض إفريقيا بكراً إن شاء الله نلتقي مع التغطية الخاصة بالقمة الأفرو السعوية اللي الأفرو وأوروبية اللي بتعقد فيه بروكسل في بلجيكا بعضو السيد رئيسها بفتاح سيسي وإن شاء الله بكراً يحمل غد أفضل كثيراً اشتركوا في القناة موسيقى